اهلا بكم وإلى العنوين وفد الرياض للمعارضة السورية يلتحق بمحادثات جينيف اليوم وفد الحكومة السورية يشدد على أولوية مكافحة الإرهاب نفي بالتزاماتنا ولو على قطع وقابنا السيد نصر الله يجدد الالتزام بدعم ترشيح عون لرئاسة اللبنانية ويؤكد أن حزب الله لا يجبر حلفاءه على شيء الغالبية البرلمانية في فنزويلا تتعهد بحل الحكومة خلال ستة أشهر وتلوح بطرح الاستفتاء لإسقاط مادورو وفقت الهيئة العليا لقوى المعارضة السورية على حضور مفاوضات جينيف ثلاثة بشأن تسوية لزعف البلاد بعد حصولها على ضمانات أمريكية وسعودية المبعوط الأممي إلى سوريا أجرى محادثات مع وفد الحكومة السورية الذي شدد على أولوية محاربة الإرهاب كما جرى التجديد على أن الحل يحدده السوريون ضمن عملية سياسية يأقدونها بأنفسهم مساعص والتفاصيل لم تتوقف عقارب ساعة الأمم المتحدة عند رفض وفد الرياض السوري المعارض المشاركة في انطلاقة المحادثات حضر وفد الحكومة برئاسة بشار الجعفري فكانت الجلسة الأولى في الموعد المحدد إيدانا بانطلاقة العملية السياسية ودون شروط مسبقة قبل دقائق من انتهاء هذه الجلسة جاء الخبر من الرياض الوفد المعارض سيحضر إلى جنيف للمشاركة بعد تلقيه ضمانات دولية وأممية الشأن الإنساني خارج مسألة المفاوضات وهو من ضمن القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار يتم بين الطرفين وعلى طاولة المحادثات أتوقع أن يصل وفد المعارضة السورية يوم الأحد المقبل لكي نمضي قدما في المفاوضات وفد الحكومة السورية أثار القضية المرتبطة بالقائمة الإرهابيين وتم الحديث عن ضرورة التوصل إلى حل للأزمة السورية دون تدخل خارجي هناك تأكيد أن الحل يحدده السوريون سياسيا ضمن عملية يقودونها بأنفسهم وأن لا حل عسكريا للأزمة وبعد حل عقدة الرياض تبقى عقدة تمثيل الأكراد في جنيف ثلاثة دون أي مخرج كنا وفد من 15 شخص وتلقينا دعوات لعشرة أشخاص بقيت المشكلة أنه الذين لهم علاقة بالاتحاد الديمقراطي جمدت دعواتهم مؤقتا ونحن نقول أن هذه المنصة التي انتزعناها في جنيف كنا نسعى من أجل ذلك منذ جنيف الثاني واستطعنا كسر اتلاف الاحتكار لتمثيل المعارضة السورية سنحافظ على هذه المنصة وندافع عنها وسنسعى لتمثيل واسع للمعارضة السورية والكامل بما فيه تمثيل البيادة الاتحاد الديمقراطي وفد الرياض قرر الحضور إلى جنيف بعد مواقف غربية اتسمت بالحدة لدرجة أن الأوساط الغربية المقربة من الرياض قالت أنه على الوفد الحضور إلى جنيف وطرح مطالبه بدل البقاء في فنادق الرياض جنيف ثلاثة انطلق وتأخر وفد الرياض أو تخلفه عن الحضور لم يغير بمخطط الأمم المتحدة عقد حوار بموعده ودون شروط مسبقة موسى عاسي جنيف الميادين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي أعلن أن بلاده أحثت وفد المعارضة السورية المنبثق عن مؤتمر الرياض على الامتثال المشاركة في مفاوضات جنيف كيربي قال أن وفد الرياض وافق على السفر إلى جنيف بعد اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي جون كيربي بعد الحصول على ضمانات بتلبية مطالبه أشار كيربي إلى أن مفاوضات جنيف تمثل فرصة فريدة لامتحان صدقية الحكومة السورية مراسلة الميادين في دمشق نقلت عن مصادر في جنيف أن كيربي لم يقدم أي ضمانات لوفد الرياض بل طلب من أعضائه التوجه إلى جنيف ترحي ما لديهم من هواجس على طاولة المفاوضات واعدا بمساعدتهم وأكدت المصادر أيضا أن وفد معارضة الداخل سيصل اليوم من دمشق وموسكو إلى جنيف وسيكون عدد أعضاء كل وفد 15 عضوا على أن تبدأ جولات التفاوض بعد غد المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا جددت رفض موسكو الشراكة جيش الإسلام وأحرار الشام في مفاوضات جنيف زخاروفا قالت أن موسكو تنطلق من أن وفد الحكومة حاضر في جنيف ومستعد للمفاوضات وكذلك وفد المعارضة المعتدلة وسائل أعلام الإسرائيلية قالت أن الأمريكيين وافقوا على الحل الروسي في كل ما يتعلق بسوريا وهم عمليا يساعدون الروس في جر المعارضة السورية منكسرة ومحطمة إلى المحادثات وسائل الأعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن روسيا أحدثت تغييرا مهما جدا في الوضع الميداني في سوريا بما في ذلك في الجنوب وتابعت أن الأمريكيين وافقوا مع الروس على أن يواصل الرئيس السوري بشار الأسد وأسلاح الجو الروسي الهجمات في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات في حلب ارتفع عدد الشهداء إلى خمسة بينهم امرأة تحمل الجنسية الأردنية من جراء سقوط عدد من قذائف الهاون خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية وكان الجيش السوري قد سيطر على قرية عفش في ريف حلب الغربي إلى الجنوب من مدينة الباب وشمال غربي قرية وديعة والمحطة الحرارية رضا الباشا ثلاث قرى في ثلاثة أيام سيطر عليها الجيش السوري بريف حلب الشرقي انهيار سريع لتنظيم داعش أمام تقدم الجيش باتجاه مدينة الباب ولتشتيت تمركز داعش وزع الجيش السوري جبهاته في محيط الباب إلى ثلاثة محاور نحن الآن على مشارف مدينة الباب أكبر معاقل تنظيم داعش في سوريا بشكل عام وريف حلب الشرقي بشكل خاص تقدم الجيش السوري إلى مشارف هذه المدينة كان بعد سيطرته على قرية الملتفة من ناحية الجنوب ورسم سريب من ناحية الجنوب الشرقي ومؤخرا على قرية قطر من الناحية الجنوبية الغربية محاور التقدم إلى الباب أمن الجيش خطوط إمدادها بعد سيطرته على عين الحنش وعين الجماجمة ووديعة سيطرة مكنت قوات الجيش السوري من محاصرة المحطة الحرارية لإنتاج الكهرباء وقطع خطوط إمداد داعش إلى المحطة مما مكن قواته من صد هجمات داعش في المنطقة وإتشال محاولته للعودة إلى بعض النقاط اللي يساهم بالسيطرة على المناطق اللي هو من قبل جيشنا جيش السوري هو الرصد الدقيق والتسلل الليلي والكسافة النارية اللي يدت إلى مباغتهم يعني اشتبكنا معهم وتنظيم داعش والحمد لله تم صحقهم بنجاح الحمد لله والجيش السوري يعني مكومة الحمد لله إلى جزر قطع الجيش السوري أماكن سيطرة داعش في الريف الشرقي مما مكنه من التقدم السريع في الريف جنوبا إلى دير حافر مدخل مدينة الرقة من الشمال وإلى الباب شمال مطار كويرس إضافة إلى تقدمه في عمق الريف الشرقي باتجاه الغرب ليحاصر المحطة الحرارية رضا الباشا ريف حلب الشرقي الميادين انطلقت عشرات الحافلات من الحدود السورية التركية باتجاه بلدات يلداغي واليمضية التركيتين وعلى متنها عشرات من عوائل المسلحين التي غادرت جبل التروكمان بعد سيطرة الجيش السوري على بلدة ربيعة السلطات التركية سمحت بدخول عائلات المسلحين تحت إشرافها المباشر ضمن حافلات عملت السلطات التركية على تأمينها لنقلهم باتجاه مخيمات على الجانب التركي وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لدى حزب الله التزاما أخلاقيا وسياسيا بخصوص دعم ترشيح العماد نيشيل عون للرئاسة في لبنان شدد السيد نصر الله في كلمة متلفزة على أن الحزب سيفي بالتزاماته مدام عون مرشحا للرئاسة نحن نفي بالتزاماتنا حتى لو اخسرنا بالسياسة نفي بالتزاماتنا ولو على قطع رقابنا لأنه فيهنا التزام في حالة وحدة بيجي العماد عون بيقول أنا بطلت مرشح انتهينا صار سيبت في الموضوع نحن صار لنا حريتنا وكل فريقنا اللي التزام التزاما قاطعا كالتزامنا بسي عنده حريته غير هيك ما عندي مخرج ما في مخرج فيه التزام وهذا التزام مش على قاعدة هلأ بهذه اللحظة ما أم بيحكي أنه أنا محرش أخلاقيا لا أنا ملتزم أخلاقيا السيد نصر الله أكد أن علاقة الحزب مع حلفائه قائمة على قاعدة الصدق والثقة المتبادلة وليس فقط على المصالح المشتركة شوفوا نحن علاقتنا مع حلفائنا قائمة على قاعدة الثقة والصدق والاحتوان متبادل هذا من جهة وقائمة على أساسيات يعني نلتقي على أساسيات مهمة يمكن في كتير مواقف في كتير تفاصيل نختلف فيها لكن في أساسيات نحن متفاهمين عليها هذا تحالفنا 8 آذار ومن هو مع 8 آذار سواء اعتبرته التيار الوطني جزء من 8 آذار أو حده متحالف معه بمعزل عن هذا التفصيل هذه المجموعة هي ليست حزب شمولي هذا الفريق السياسي ليس له حزب قائد وليس له قائد وهذا الفريق السياسي يتحاور فيما بينه يتناقش يمكن جماعيا سنائيا ثلاثيا لمن اتفق عليه من نمشي فيه لمن اختلف عليه من نحاول أنع بعضنا ما قدرنا أنعنا بعضنا من نظم الخلاف ونبقى في لبنان حيث تشهد منطقة عرسال حركة نزوح نتيجة حدد الاشتباكات بين داعش والنصرة في جرود البلدة وفق ما أفاد مراسل الميادين هناك الاشتباكات أدت إلى مقتل خمسة مسلحين من النصرة وإصابة القيادي في الجبهة جعف الرعد وأسر ستة آخرين واحتلال معسكر لها وداعش أهدد النصرة بعد أسرها أحد مسؤوليه بأدام ستة من مسلحها كان قد أسرهم خلال الاشتباكات وقام بتصفية اثنين منهم شدد رئيس البرلمان الفينزولي على ضرورة حل الحكومة الحالية مؤتهما إياها بالضعف وعدم القدرة على التصحيح قلت إنه خلال ستة أشهر علينا إيجاد مخرج ديمقراطي دستوري وسلمي لحل الحكومة الحالية إحدى هذه الطرق من دون شك هي الاستفتاء هناك أسباب عديدة لذلك منها تدهور الأزمة وارتفاع تكاليف المعيشة وقبل كل شيء من وجهة نظري الاستمرار في ارتكاب الأخطاء لا توجد أي قدرة على التصحيح إنها ليست حكومة قوية إنها حكومة ضعيفة في السعودية استشهد أربعة أشخاص وأصيب ثمانية عشر آخرون نتيجة الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الرضا في بلدة محاسن في الإحساء شرقي البلاد الاعتداء الإرهابي في الإحساء أثر موجة واسعة من ردود الفعل المستنكرة الإمارات والكويت استنكرتا الاعتداء وأكدتا وقفهما إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها جماعة علماء العراق حملت السلطات السعودية مسؤولية حماية المساجد أما الأزهر استنكر الهجوم فيما رأت الجزائر أنه يشكل دليلا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب ومن جهتها أعربت إيران عن قلقها من الأوضاع الأمنية شرق السعودية معتبرة أن تكرار استهدف المساجد يدل على أهمال القوى الأمنية فيما قالت باكستان أن الهجوم يشكل مؤامرة ضد أمن السعودية أكد مصدر يمني للميادين مقتل وجرح خمسة عشر عنصر من قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد استهداف نقطة أمنية في العقبة وسط عدن جنوب البلاد مرسل الميادين أفد بأن سيارة مفخخة انفجرت في نقطة تفكيش أمنية بين مديريتين كريتر والمعلة هذا تبنى داعش الهجوم وقال أن من بين القتل عناصر من الشرطة النسائية احتشد الألاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء في تظاهرة نددوا خلالها بالدور الأمريكي في الحرب على اليمن أحمد زبيب والتفاصيل من يقتل أدفل ونساء أمريكا من يحرق شعبي بالنار أمريكا أمريكا على أمريكا أن تراجع حساباتها في الحرب على اليمن هو لسان حال المحتشدين هنا في العاصمة صنعاء فالتضحية كما يقولون مستمرة رغم الحرب ليبقى للشعب اليمني سيادته وحريته على أمريكا أن تراجع حساباتها أمام شعب حي يؤمن بحرية ويعرفون أنهم من أجل حرية يمس يبحثون بالغالي والنخيس لا يستطيع أحد فرض وصايته على الشعب اليمني ويجب أن يبقى للشعب اليمني حريته وديمقراطيتي واستقلالي وسيادته الآلاف خرجوا هنا مرددين شعار أمريكا تقتل الشعب اليمني فإعلان الاعتداء بحسب وصفهم بدأ من واشنطن ويجب أن ينتهي منها فهي من خططت لقتل اليمنيين الجبير أعلن العدوان من واشنطن وأعلن بأنه استأذن السفار الأمريكية والعسكريين الأمريكيين والمستويات القيادية الأمريكية ونسق معهم واستأذن منهم للبدء فهم ليسوا إلا أدوات لهذا العدوان هي رسالة لهذا العدو رسالة لتحالف العدوان لأنهم أدوات بلد أمريكا وأن أمريكا هي صاحبة القرار في العدوان على اليمن وهي بالتالي صاحبة قرار إيقاف هذا العدوان خرجوا وأيديهم على الزناد فإما أن تتوقف حرب التحالف وحصارها أو يستمر القتال حتى النصر يرى المحتجدون هنا أن السبب الرئيسي لوصول اليمن إلى ما هو عليه اليوم من الخراب والدمار والقتل في أمريكا خاصة مع قيادتها لعمليات العسكرية ورعايتها أحمد محمد ربيب صنع الميادين أصب عشرات الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق خلال تصديهم لأتداءة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية أمس وأتت هذه الأتداءات بهدف تفريق المسيرات الأسبوعية التي تخرج احتجاجا على سياسة الاصطيطان الإسرائيلية والجدار الفاصل في غزة أعلن النازق باسم مزارة الصحة إصابت سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال موسيقى جماهر غزة شيعت شهداء القسام السبعة الذين انتشلوا من بين أنقاضي نفق كانوا يرممونه شمال شرق القطاع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال أن غزة عصية على الكسر ولا خيار إلا المقاومة لتحرير فلسطين لنا شهيد ودعو شهداء المقاومة حمل معه رسائل هامة للاحتلال الهدنة ليست مجرد استراحة فالإعداد والاستعداد متواصل تحت الأرض وفوقها وفي البر والبحر هذه التهدئة هي بمثابة معركة معركة الإعداد وتطوير القوة وبناء غزة تفوقت على أسباب ضعفها غزة لحمها مر إنها دعوة اليوم لوحدة شعبنا الفلسطيني حول خيار المقاومة على قلب رجل واحد شيعت الفصائل الفلسطينية يدًا بيد مع حماس شهداء القسام السبعة جماهير غزة تجترع أحزانها وتعاهد السابقين أن تكون من اللاحقين على درب المقاومة رسالة دعم وإسناد أيضًا للانتفاضة المباركة وللأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال أن الشعب الفلسطيني كله خلف المقاومة ونحن أيضًا على الدرب سائرون خلف هؤلاء الشهداء الأبطال الميامين رجال الأنفاق الذين واصلوا الليلة بالنهار الشعب الفلسطيني سيتوحد خلف الشهداء من أجل إعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وأقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الأنفاق سلاح قوي بيد المقاومة تؤرق مضاجع الإسرائيليين وكانت البوابة للوصول خلف خطوط الاحتلال لتنفيذ عمليات نوعية إضافة إلى خطف الجنود غزة تودع شهداءها في مشهد محدوي جمع كل قيادات الفصائل الفلسطينية يؤكد أن المقاومة متواصلة حتى تحرير فلسطين يحيي فلسطينيو الثمانية والاربعين مساء اليوم العالمي لدعم حقوقهم وهو الأول من نوعه رئيس لجنة متابعة الجماهير العربية محمد بركة قال للميادين أن الأنشطة التي تقيمها اللجنة في مدينة شفا عمر تتزامن مع أخرى في خمس وثلاثين عاصمة عربية وأوروبية وأسيوية وأفريقية خرجت المبادرة من لجنة المتابعة ولجنة المتابعة كما تعلمون هي الجسم الجامع لكل القوى السياسية لكل النواب لكل رؤساء البلديات والسلطات المحلية العربية في الداخل فلسطينية في الداخل لكن في سياق التحضيرات نحن عقدنا عددا من الاجتماعات في رمالله مع إخواننا من كل مكونات الطيف السياسي الفلسطيني من الفصائل الفلسطينية وقمنا لجنة تحضيرية مشتركة الجالية الفلسطينية أخذت دورها السفرات الفلسطينية أخذت دورها اتصالاتنا مع قوة فلسطينية ويسارية في مختلف أماكن العالم التي تتضامن مع حقوقنا ولنا اتصالات سابقة بها فعلناها ربما لم نصل إلى كل من يجب أن نصل إليه لكن أن نبدأ مع 38 عاصمة هذا أمر مهم جدا وكبير جدا والآن إلى أبرز معنوانات بعض الصحف العربية صادرة لهذا الصباح مع فاطمة قاسم فاطمة صباح الخير أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى هذه الجولة تصدرت العنوين اليوم مشاركة وفد المعارضة في جونيف بعد ضمانات أمريكية وسعودية والسيد نصر الله يؤكد استمرار الحزب في ترشيح عون للرئاسة وسنبدأ مع صحيفة السفير اللبنانية نصر الله خيارنا عون أولا وفرنجي ثانيا توقيف أربعة لبنانيين في باريس بطلب أمريكي محاولة لربط عرسال بتدمر داعش يوسع سيطرته في الجرود أيضا في صحيفة السفير جينيف السوري يبحث عن مفاوضين أو صياء معارضة الرياض يراهنون على المماطلة بانتظار رحيل أوباما وفي عنوين السفير اللبنانية الأحساء انتحاري يقتل أربعة مصلين مسجد الرضا ينجو من كارثة أكبر وننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية هيئة المفاوضات ترسل وفدا إلى جنيف دبلوماسية الهاتف تنقذ المشاورات بعد يوم قضاه النظام وحيدا مع ديمستورا واخترنا أيضا من عنوين الحياة نصر الله يؤكد دعمه ترشيح عون وينفي تدخل إيران في الرئاسة أحد الانتحاريين فجر نفسه وتم القبض على الثاني أربعة شهداء وثمانية عشر مصابا في الهجوم على مسجد في الأحساء وننتقل إلى صحيفة الثورة السورية محادثات جنيف بدأت ولم تنطلق ومعارضات الرياض تلتحق بعد تمنع بضمنات أمريكية سعودية تتنصل منها واشنطن الجعفري متمسكون بوحدة واستقلال وسيادة بلادنا ديمستورا السوريون يقودون العملية السياسية لفروفلي كاري طرح المعارضة شروطا مسبقة مرفوض أيضا في الثورة السورية نصر الله ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بدعمنا لترشيح عون لرئاسة الجمهورية الجيش يستعيد قرى ومرتفعات جديدة بريف اللاذقية ويقضي على 45 إرهابيا بريف حلب ويدمر مقرات لداعش والنصرى بريف حمص وإلى الأردن مع صحيفة الدستور انطلاق المفاوضات السورية في جنيف بمشاركة المعارضة أمريكا تعتبرها فرصة تاريخية وروسيا ترفض مشاركة جيش الإسلام وأحرار الشام غزة تشيع شهداءها السبعة وحماس تؤكد مواصلة حفر الأنفاق وإلى الشروق التونسية السبسي يهاجم الإسلام السياسي وتطرف اليساري للاستهلاك الداخلي أم للتسويق الخارجي أوباما يمنح الضوء الأخضر لضرب دواعش ليبيا سلاح الجو الجزائري يتدرب على تدمير مفخخات الدواعش والوسط البحرينية عنوانت يد الإرهابي تمتد للمصلين في الأحساء انطلاق محادثات السلام السورية رغم مقاطعة المعارضة ونختم جولتنا مع صحيفة الأهرام وأبرز عنوينها استشهاد ضابطي شرطة وإصابة خمسة مجندين في تفجير مدرعة بالعريش بهذا العنوان نأتي إلى ختام الجولة وعودة إلى سلم فاطمة شكرا جزيلا تبدأ قناة الميادين اليوم عرض الفيلم الوثائقي لاجتياح غزو لبنان الذي يتحدث عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الفيلم فكرة وإنتاج الميادين مقسم إلى سبعة أجزاء ويحتوي على شهادات لأكثر من ستين شخصية عايشة الأحداث في تلك الفترة أحمد عبدالله والتفاصيل ليس من السهل أن تنتج عام 2016 فيلما وثائقيا يتحدث عن الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 الصعوبة تكمن في تناول أحداث جرى تطرق إليها مرارا وتكرارا بطرق جديدة وخاصة ليمثل إنتاج فيلم الاجتياح غزو لبنان تحديا أردت الميادين أن تخوضه لكن لماذا اختيار العودة إلى ثمانينيات القرن الماضي؟ انسجاما مع رؤيتنا كقناة بضرورة مراجعة محطات في تاريخنا العربي عسى نفهم مآل وقعنا الحالي عام 1982 كان محطة أساسية في تاريخ النضاء الفلسطيني وهو بالطبع عام هام لأن فيه انطلقت المقاومة اللبنانية فكرة انتاج الفيلم انطلقت عام 2013 قبل أن تتبلور وتبدأ لاحقا عملية البحث عن مصادر المعلومات وصولا إلى التنفيذ والخروج بصورة نهائية كتابة السيناريو وعملية حصر المعلومات استغرقتا نحو عشرة أشهر يخبرنا كاتب السيناريو الفيلم السحفي والكاتب رفيق نصر الله الذي عايش الاشتياح الإسرائيلي منذ الدقائق الأولى كمراسل ميدني كيف سيعيد هذا الفيلم الوثائقي المشاهد إلى حقيقة الصراع وجوهره أنا أعتقد أن الاشتياح بالأجزاء السبعة هو من أكثر الأعمال اقترابا من حقيقة ما حصل ومن كشف بعض الوقائع التي لم تكشفه أعمال أخرى تبدأ أحداث وثائقية الاشتياح من المرحلة التي سبقت الغزوة الإسرائيلية للبنان وتنتهي عند الانسحاب من بيروت عام 85 أكثر من ستين شخصية سياسية وحزبية ومن جنسيات مختلفة عايشت تلك المرحلة تحدثت عن تجربتها خلال الفيلم بأجزائه السبعة معلومات تروى لأول مرة ومدة أرشيفية إسرائيلية لم تعرض على الشاشة من قبل أغنت الفيلم وأطفت عليه تفردا خاصا نحن نعتبر كجهة انتاجية قدرنا تميزنا بالمعالج بالمشهدية كان نحن لدينا مستوى جيد جيد جدا خاصا بما يتعلق بالأرشيف مشاهد الميادين على موعد إذن مع وثائقي ينعش ذاكرة من المقاومة يمتد عمرها على مدى أكثر من 45 عاما والأهم أنه ينقل الواقع كما هو إلى العنوين وفد الرياض للمعارضة السورية يلتحق بمحادثات جونيف اليوم ووفد الحكومة السورية يشدد على أولوية مكافحة الإرهاب نفي بالتزاماتنا ولو على قطع وقابنا السيد نصر الله يجدد الالتزام بدعم ترشيح عون للرئاسة اللبنانية ويؤكد أن حزب الله لا يجبر حلفاءه على شيء الغالبية البرلمانية في فنزويلا تتعهد بحل الحكومة خلال ستة أشهر وتلوح بطرح الاستفتاء لإسقاط مدورو المزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانال.الميادين دوت نت أنتش انتهت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر